اشتركوا في القناة الكرمى شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وبطرد كل همور ومدام احنا الاخصار صففين في القرمى يسوع بشهادة لكل الناس في نور للهمور ومدام احنا الاخصار نتشارك المسئولية نخلي رسل في القرمى وصل كل البشرية اعزائي مشاهدي قناة الكرمى في كل مكان في العالم اهلا وسهلا بكم وسلام الرب لكم وحلقة جديدة من برنامج الكرمى المباشر المخصص الصلاة بنصلي معاكم ومن اجلكم ومنفذين وعد الرب اطلوبوا الرب مدام يوجد ادعوه فهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افقاره وليتب الى الرب فيرحمه ويلقي الهنا لانه يكثر الغفران عشان كده هنفتح القطوط من اول الحلقة لتلقي مكالماتكم وتلبط صلواتكم وايضا المعجزات اللي الرب اجراها معاكم من خلال الصلاة موضوع حلقتنا اليوم وتأملنا عن القدرة والقوة وعمل الروح القدس فالدول اليوم تتنافس فيما بينها لاعلان قدرتها وقوتها وتتباهى بامكانياتها وكلما زادت القوة بالطبع زادت قدرتها على التحكم وفرض اراءها وسلطنها ايضا بالنسبة للافراد نجد ان الافراد احيانا يتباهون بما يملكون من امكانيات مادية امكانيات اجتماعية ثقافية تعليمية وغيرها واحيانا ايضا نجدهم يكونون منفزين لاراءهم بما يمتلكون وبما يعرفون وبما يفهمون لكن على الصعيد الروحي هل هذه الامكانيات والقدرات تكون كافية لانها تكون تفرض السلطان الروحي في هذا العالم يا ترى لماذا قال من ذكرية اربعة ستة لماذا قال لا بالقوة ولا بالقدرة أليس القوة والقدرة هم عطايا من الله عطايا رائعة ومواهب جميلة جدا نستفيد منها في عالمنا ولماذا قال بل بروحي قال رب جنود وايضا كيف استخدم الروح القدس او يستخدمني الروح القدس لكي اكون غالبا ويكون لي سلطان روحي امام كل التحديات والصعوبات التي تواجهني في حياتي اسئلة كثيرة وهمة جدا نترحى امام ضيف الحلقة رجل الله رجل والصلاة القصة عصام حداد رحي كنيسة الأولى بنورث رجل أهلا بحضرتك يا حبيل أسيس أهلا فيك يا أخت ليديام متبركين بوجودك معينا يا أسيس سديني شرف وامتياز اللي نكون معكم أنه الرب يكون في وسطنا هذا أهم شيء مدام ما الرب في الوسط يعني الكتاب يعلمنا مدام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحاته وهذا المهم أنه الرب يكون موجود في الوسط وإحنا حسين بحضوره فعلا من أول الحلقة حللويا مبارك اسمه عشان كده كميان حابين تكون بتبرك لنا الحلقة من أول هذا الصلاة أمين أمين حللويا يا رب نشكرك في هذا الوقت من كل قلوبنا لأنك إله حي تركت القبر والأكفان وقمت من بين الأبوات ودست الموت بالموت جرت رياسات أشهرتهم جهارا نعظمك من كل قلوبنا لأنه ليس للموت السلطان عليك نباركك اليوم لأنك أنت الإله الكلي القوة والقدرة أنت الجالس على العرش اللي أديالك تملأ الهيكل والسرفيم حول عرشك والكاربيم تحت موطئ قدميك والكل يسبحك ويعطيك المجد نضم أصواتنا لأصوات الملائكة يا رب في هذا اليوم ونقدم الشكر والحمد لمجدك ولجلالك يا سيد الرب صلاتنا في هذا الوقت يا رب أنك يا رب تجمل حلقتنا يا رب حضورك يا رب يا رب بدونك لا نقدر أن نفعل أي شيء بدونك لا نقدر أن نفعل أي شيء وعندنا طلبات صلاة يا رب أعداد رهيب يا رب بتوصل وشعبك بيطلبك يا رب وأنت بعز عليك أنه الشعب يا رب يرجع يا رب بدون طعام بدون غذاء يا رب فيخور في الطريق بنصل اليوم أنك تشبع شعبك تستجيب صلواتنا اليوم تستجيب دعائنا اليوم يا رب تعطينا اختبارات رائعة يا رب في محترك في اسم الرب يسوع المسيح خدنا اليوم إلى مقادسك خدنا إلى بيت الخمر يا رب خدنا إلى حجالك خدنا إلى المخادع الروحية يا سيد الرب حتى يا رب نتمتع في الشركة معك اليوم في اسم القدوس الأزلي في اسم الألف في اسم الياء في اسم البداية والنهاية في اسم الطريق والحق والحياة في اسم الباب الراعى الصالح في اسم الرب يسوع المسيح نصلي آمين يا رب آمين آمين النهاردة موضوع تأملنا لأنه احنا عندنا طلبات صلاة كمية رهيبة بالألفات بس احنا نحب نكون بناخد غيزة روحي أنا وأخواتي المشاهدين فحابين نكون بنتأمل في ذاكريا أربعة مكتوب كده هو والعدد ستة فأجاب وكلامني قائلا هذه كلمة الرب إلى ذور بابل قائلا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود هنا بيتكلم على شخصية اسمها أو شخص اسمه ذور بابل يا ترى مين هو واللي كلمه كده واللي ماذا قاله الكلام ده وإلى ماذا يرمز تعرف الإصراحة الرابع من زكريا زكريا كله سفر نبوي كتب في الفترة اللي كانوا فيها شعب الله في السبيل بابلي لكن هذه النبوات مع أنها كتبت قبل المسيح لكن تنبئ بأمور ستحصل في هذه الأيام الأخيرة بداية الإصراحة الرابعة يقول فرجع الملاك الذي كلمني وإيقظني كرجل أوقذ من نومه وقال لي ماذا ترى يعني نايم كان والرب أيقظه من النوم وسأله ماذا ترى هل لأنه الرب مش عارف أو مخفي عليه هذه الأمور لا لكن حتى نفس زكريا يتحقق من الرؤية اللي يراها ويوصفها بحذفيرها فقلت قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع أنبيب للسرج التي على رأسها لو قررنا هذه الرؤية اللي شافها المنارة الذهبية بسفر الرؤية والأصحاح الثاني الصحاح الأول من رؤية يحنى وده آخر طبعا سفر في كل كتاب أيوه وعدد اتناعش بقول فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفت رأيت ليست مرارة واحدة ولكن سبع مناير من ذهب وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثديه بمنطقة من ذهب وأما رأسه وشعره فأبيضان كالسوف الأبيض كالثلج عيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان فئتون وصوته كصوت مياه كثيرة ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها فلما رأيته سقطت عند رجليه كميتا فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف أنا هو الأول والآخر هذا بدل أنه اللي شافه يحن هو مين الرب يسوع المسيح نفسه بس شوفي صفاته شوفي الصفات الخارجية اللي وصفوا فيها هاي كلها رموس طبعا ياسيس طبعا طبعا أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين كنت ميتا نعم ومات لكن في اليوم الثالث قام ليترون في سفر رؤية منشوف الحمل القائم كأنه مذبوح ليش كأنه مذبوح لأنه ذبح ولكن لم يذبع يعني لم يمت هو مزال حي هذا رمز إلى الرب يسوع المسيح بتكلم بسفر اللويين عن بتجيب عصفورين بتتبح عصفور وبتغطه في دم بتاخد العصفور الحي بتغطه في دم الميت وبتطيره يعني رمز إلى الموت وإلى القيامة هذه كلها رموز ودي نقطة مهمة قوي حل الأسيس لأنه فيه ناس بيقولوا أنه المسيح نمتش لكن رفعوا الله إليه لكن هنا تأكيد لا طبعا بيأكد أنه مات مات فعليا طبعا الجسد اللي بيموت مش الروح الروح لا تموت حتى إحنا كبني أرميل طبعا لكن الجسد هو اللي مات فيه وقام بجسده وروحه هي الأقامة الجسده تعرف لما نفهم مبدأ الفداء الإلهي عمل المسيح الكفاري على الصليب النفس التي تخطئ موتا تموت فهذه الشريعة هذا هو القانون الله لما سن هذا القانون سنه بدون ندم لكن بكل حرافية وبكل إتقان وبكل تفكير وبكل حكمة لكن حتى يتحاشى موت الإنسان ينبغي أن يموت شخص آخر عنه والوحيد القادر أن يموت ويحيء من جديد هو المسيح بذاته فتم من العدل الإلهي بموته على عود الصليب فنقول أنه المسيح لم يمت هذا يعتبر إلغاء للمخطط الإلهي مع أنه احتمال أن تكون الفكرة من وراها احترام للمسيح وتبجيل للمسيح لكن إذا احترام وتبجيله بيلغي العدل الإلهي الاحترام والتبجيل هذا يعني غير غير مقبول كليا لأنه مخطط الله ينبغي أن يتم على هذه الأرض فبنشوف وصف للرب يسوع ونشوف أنه ماشي في وسط المنائر الذهبية ولاحظي هون بقول كنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين لمفاتيح الهاوية والموت فاكتب ما رأيت وهو مكائن وما هو عتيد أن يكون سر السبعة الكواكب التي رأيت على يمين والسبع المنائر الذهبية السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس والمنائر السبعة التي رأيتها هي السبع الكنائس نرجع إلى زكري يشوف أديها السفر هذا رائع بكل معنى الرواع نبوي يتكلم عن الكنيسة يتكلم عن عمل الرب بصيغة نبوية يتكلم عن جسد المسيح بصيغة نبوية هون بقول في الصحة أربعة رأى منارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها المنارة هي الكنيسة المادة الذهبية أو الذهب المصنوعة منه الكنيسة ترمز إلى العنصر الإلهي الماكد يمكن أحياناً بيستخدم الذهب لأل الماكد شوفي الكنيسة عبارة عن مجموعة المفديين بدم الرب يسوع ده حقيقاً الكتاب المقدس منسوج مع بعض بطريقة خارقة يعني مستحيل يعني حتى إذا جازت كلمة مستحيل نقدر نقول مستحيل أنه يكون فيه هناك أي نوع من الخطأ في كورنثس صح خمسة عدد سبعة عشر بقول إذن من هو في المسيح فهو خليقة الأشياء العطقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديد لما الإنسان يصبح في المسيح المسيح هو الله فلما أنا أصبح في الله العنصر الجسدي دخل في العنصر الروحي فكل اللي أنت بتشوفيه العنصر الروحي تابوت العهد كان مصنوع من مادتين من خشب الصنط ومن الذهب المغشة فيه اللي بيغشوا فيه خشب الصنط يعني تقصح عليك أن يكون مغطى بالذهب مغطى مغشة بالذهب الخشب الصنط يرمز إلى الناسوت فالمسيح أخذ طبيعة البشر لكن في ذات الوقت مغطى ومغشة بالذهب وهذا العنصر الإلهي لكن طبعا بدون خطية طبعا فكان عنده الطبيعتين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية في هذه المنارة منارة من الخارج الطبيعة الذهبية ليه؟ لأنه من الكنيسة اللي بيكون الكنيسة مش الخطاط ولا الأشرار ولا السالكين في الشر وإنما المولودين ولادة جديدة في المسيح يسوع لهذا السبب لما ننظر إلى المنارة نرى الذهب نرى العنصر الإلهي رائع لما الرب يسوع قال أنتم نور العالم في الموعد على الجبل أنتم نور العالم لين نور النور بالشع حتى يضيء في الظلم هذا عمل الذهب هذا عمل الذهب بالشع فالمنارة ترمز إلى الكنيسة لكن هناك سبع سرج إلى المنارة التي في القدس أنت عارف خيمة الاجتماع مقسومة إلى ثلاث أقسام للساحة الخارجية والقدس وقدس الأقداس الساحة الخارجية فيها شغلتين في هناك مذبح المحرقة وفي هناك المرحضة مذبح المحرقة لما الكاهن يذبح الذبيحة يضعها على مذبح المحرقة حتى تحترق الذبيح بعدما يذبح الذبيحة ويقدمها محرقة يتجه إلى المرحضة يغسل إيدي وغسل رجلي قبل ما يدخل إلى قدس الأقداس عامة الشعب ممكن تكون في الساحة الخارجية لكن في القدس اللي هو القسم الثاني يتواجد ثلاثة أمور مذبح البخور مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية مذبح البخور مربع طويل لكن يقدم عليه البخور بشكل يومي ليرمز إلى صلوات القدسين مائدة خبز الوجوه عليها 12 رغيف يرمز الأصباط إسرائيل 12 رب يسوع نفسه قال أنا هو الخبز النازل من السماء لكن هناك أيضا المنارة الذهبية والسبع سرج للمنارة الذهبية مهمة جدا لأنها ترمز إلى الروح القدس هلأ في وقت من الأوقات في الهيكل الكهنة تركوا عملهم هجروا بيت الرب ونشغلوا في العالم والأمور العالمية أطفأوا السرج سرج المنارة الذهبية اللي ترمز إلى حضور روح الله المستمر هلأ هم نشوف سبع سرج سبع يرمز إلى عدد الكمال الزيت يرمز إلى الروح القدس فعن طريق الكنيسة روح الله بيعمل عن طريق الجسد عن طريق المؤمنين نحن الآنية نحن الأخصان هو الكرمة فبامتدادنا إلى جميع أنحاء الأرض نحن نوصل هذا الزيت الزيت اللي يرمز إلى مسحة الروح القدس للعالم اللي ميت في الخطيئة وفي الذنوب فهذا عملنا ده حقيقي ده عمل كل شخص هناك زيتونتان أو شجرتين زيتون هدول الشاهدين الاثنين منشوفهم في سفر رؤية صاح داعش وعدد أربع بتكلم عن الشاهدان هدول الاثنين رح يستشهدوا في سبيل إيمانهم في الرب الاثنين شخصيات رمزية واحد منهم برمز إلى موسى والتاني يرمز إلى إليا بس أحيانا في سفر الرؤية بيقول يقول الشاهد بهذا ده يقصد على يوحنة طبعا بيقصد يوحنة لكن هدول بيستشهدوا بيستشهدوا بيستشهد الاثنين من أجل إيمانهم موسى يرمز إلى مؤمنين العهد القديم أيضا وإليا يرمز إلى مؤمنين العهد الجديد موسى يرمز إلى النموس وإليا يرمز إلى النعمة لأن أليا لم يمت لكن إليا صعد إلى السماء وهذا يرمز إلى الاختطاف موسى دفن ونعرف من رسالة يهودة عدد تسعب بحكي لنا أنه حتى مخايل لم يرد أن يرد حكم افتراء لكن لما أراد الشيطان أنه يأخذ جسد موسى قال له لي أنتهرك الرب لأنه كان هدف عدو الخير أنه يقيم لجسد موسى مزار زي ما رفعت الحية النحاسية يقام مزار لموسى حتى الناس تعبد موسى والضل طبعا لما يعبد موسى معناه تضل عن عبادته لله وطبعا لهذا السبب مخايل بكل جرأة قال لي أنتهرك الرب فهون نشوف هالشاهدين موجودين والله دائما لا يترك نفسه بلا شاهد فحنشوف العهد القديم مؤذرة بالعهد الجديد جميع ما كتب في العهد القديم وما كتب في العهد الجديد يؤازروا السرج الخارجين من المنارة الذهبية لخلاص النفوس ولملء الروح القدس وانسكاب الروح القدس والاستعداد للاختطاف فهؤلاء الشهود الاثنين لاحظون بزكريا أربعة بقول وعندها زيتونتان احدهما عن يمين الكوز والأخرى عن يسار ليه؟ تفتكري لما شعب الرب كانوا في حرب وكان موسى على راس التل لما يرفع موسى إيديه كان شعب الرب ينتصر شعب الرب وفيه شخصين كانوا يرفعوا يديه لموسى اللي هم هارون وحور الشخصين كانوا يرفعوا يدي موسى واحد عن اليمين واحد عن اليسار وفي البداية هو كان بيرفع يديه وما تعب هم الاثنين كانوا بيحور مظبوط فواحد عن اليمين واحد عن اليسار وهذا إذا كان بيدل على المعونة الإلهية هلا الكتاب يعلمنا أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتعوني معونتي من فين من عند الرب صانع السماوات والأرض فإذا هون عن اليمين وعن اليسار هي معونة إلهية الرب يعطينا القوة ويعطينا المعونة حتى نقدر نوصل البشارة لكل بقاع الأرض أمين فأجبت فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا هذا في عدد ستة هذا في عدد أربعة تفضل فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أما تعلم ما هذه فقلت لا يا سيدي أحب أوقف هنا ولولا دقيقة أو أقل الأمور الروحية مش دايما نقدر نفهمها فورا خاصة في الرؤى وفي الإعلانات لأنه في عنصر الصدمة صدمة الاستقبال عادة بتسود على الفهم فمنحاول نفهم لكن ما بنفهمش الرؤية كاملة ويكونش في عنا الوعي الكامل فحتى زكريا هو شايف الرؤية وبسمع الصوت وبحاول يفهم لكن مش فاهم فبسأل الملاك ما هذه أنا بس عايزة أركز النقطة دي النقطة دي مهمة قوي أنه أحيانا أما الرب بيكلمنا من حلم أو من رؤية إحنا أولاد الرب طبعا فلي بيحصل أنه إحنا ساعات بنستعجل الفهم وبنجري وراء حاجات إحنا متخينها أن هي صح ده التفسير ونصدق في التفسير اللي إحنا بنقوله لكن لو رب ما أظهرش التفسير إحنا لازم نطالب نقوله يا رب من فضلك لو أنا مش فاهم أو أقف مخي زي ما حيك بتقول وابتدي أطلب معونة من رب يا رب فهمني زي ما حصل هنا ما ذاكري جزء من النضوج الروحي أخلي دي أو علامات النضوج الروحي هو عدم التسرع في تفسير رؤية أو إعلان من الله يعني نعطي روح الرب لأنه مرات بتكون الرؤية ما اكتملتش لسه بالضبط والإعلان لسه بيكون ما اكتمل فتسرف الحكم في الغالب حضرتك بيحصل كده فتسرف الحكم طفولية في الإيمان لكن التأني في فهم هذه الأمور على من علامات النضوج الروحي فقلت هون بقول قلت لا يا سيدي فأجابني فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زور بابل اللي انت شايفه هي كلمة الله لزور بابل من هو زور بابل؟ زور بابل هو برمز إلى المسيح يعني مخلص كلمة زور بابل المعنى الأصلي إلها هي زرع بابل يعني حتى معنى الكلمة بحد ذاتها مش كتير مفهوم هو ابن شلتقيل في السبي لكن المعروف نعرف من سفر عزراء أنه شلتقيل ما عندوش أولاد فأغلب الظن أنه أخو اللي هو فدايا أخوه لشلتقيل هو اللي تزوج مرته لشلتقيل لما توفى بحسب الشريعة إذا واحد مات وما خلفش أولاد لازم أخوه يتزوج زوجته ويجيب منها أولاد فلهذا السبب والتفسير التاني أنه يكون هو ابن شلتقيل بالتبني فكان حاكم ليهوذة وكان أيضا قائد في السبي عينه الملك اللي هو كورش زور بابل اسمه غريب في بعض الأحيان زور بابل عمل عمل رائع رائع الملك كورش أعطاه السماح أنه يرجع إلى أورشليم كان هو اللي قاد أول دفعة من المسبيين من شعب الله في بابل إلى أورشليم كان عددهم ما يقارب الـ 50 ألف العدد المزبوط هو 42 ألف 360 شخص فأخذ معه عدد هائل من اليهود اللي كانوا مسبيين في بابل ولما رجع إلى أورشليم أول شيء عمله أقام الهيكل تستغربي لا بنا بيت إله ولا عمل قصور ولا عمل العلالة ولا عمل أي شيء أول شيء عمله أنه هو بنى بيت الرب وخلى كل الشعب يساعده حتى يبنوا بيت الرب ويرجع يقدموا ذبائح من أول جديد إذا كان شخص طقي كان شخص طقي كان شخص يحب الله هنا في ناس بيفكر أنه أن زربابل بابلي بابلي لكن هو بالحقيقة هو شخص يهودي هذا الاسم اللي أعطي إله في بابل أغلبية اليهود خاصة اللي اشتغلوا في السبي أعطوهم أسامي مختلفة زي دانيال كان اسمه بلتشصر بالزبط وشدرخ وميشخ وعبد ناغ وبرده كمان أسماءهم الثاني كانت فليه بيحاول يغيروا نفسية الإنسان وهويته في السبي حتى يبدأ بداية جديدة وما فكرش في الماضي بس كان شخص كشخص كان شخص رائع وخدم الرب يعني بطريقة رائعة ساعد في بناء الهيكل الأول وهو اللي أسس بناء الهيكل الثاني أيضا فلهذا السبب لاحظة كلمة الرب وشو قال له بقول كانت كلمة الرب إلى زربابل قائلا لا بالقدرة ولا بالقوبة وهنا سؤال هم قوي الفرق أو الحاجة بين القدرة والقوة وليه ألا ده ولا ده دول عطية من ربنا كان أنا عندي قدرة أن أنا أعمل حاجة والقوة دي من ربنا زي ما احنا كلنا عارفين انت عارف ليه قال له كده يعني لما الرب بتكلم بشيء بتكلم بكل يعني بكل تروي بتكلم بكل يعني بكل فهم وبكل حكمة بكل دقة آه طبعا لا القوة اللي في داخلك العضلات اللي عندك ممكن قوة زهنية مش ممكن تقدر تستخدميها حتى تعملي شيء أو قدرتك أو الطاقات اللي عندك أو الموارد اللي عندك إن كان شيء داخلي أو إن كان شيء خارجي إن كان العضلات اللي عندي الفهم اللي عندي إن كان الدهاء اللي عندي الثقافة اللي عندي أنا كشخص أو إن كان الإمكانيات الخارجية اللي عندي موارد طبيعية إن كان جيش إن كان مركبات إن كان ذهب إن كان فضة إن كان أسلحة إن كان جنود لا بقوتي أنا ولا بقدراتي أو الطاقات أو الأشياء اللي بمتلكها أقدر أعمل عمل لأنه لما أنا أعمل هذا العمل أنا بأخذ المجد لمين لذاتي فهون الرب تكلم مع زربابل بقول له الموضوع مش بقوتك أنت الشخصية مش بالموارد اللي عندك بس هو كان عنده قائد جيش كان عنده إمكانيات روحية كان عنده إمكانيات جيش كان والي عنده طاقات عنده قدرات عنده إيده طيلة في المملكة لأنه أعطاه الملك الصلاحية فالموضوع مش بقدراتك أنت المادية هل زربابل كان قدامه تحديات صعوبات عشان كده بيقول له لا بالقوة لأنه حتى يرجع الشعب إلى باب الموضوع مش سهل أنك تأخذ خمسين ألف شخص معاك من بابل ترجع فيهم إلى أرشليم وتعبر في أراضي يعني ممكن نقول أنه حاجة يعني شبه موسى موسى كان قائد عظيم جدا وفعلا قاد الشعب أنه يخرج من عبودية فحاجة زي كده شبه كده شبه هذا الموضوع بس انتبه لموسى كان في هناك العنصر السوبر ناتشل الخارق للطبيعة كان في هناك عمود نار في الليل وعمود سحاب في النهار حتى يقودهم وكان صوت الرب وكانت بروق وكانت رعود وكان مجد الشكينة ينزل على مكان خيمة الاجتماع ففي هناك عناصر خارقة للطبيعة هذا حصل مع موسى كان في هناك اختراق للبحر الأحمر كان في هناك ريح شرقية اللي هبت على أرض البحر الأحمر ونشفت أرض البحر كان في هناك قوة إلهية اللي عطلت عجلات المركبات مركبات فرون خروج الشعب من أرض العبودية عبر البحر الأحمر لما ضربت الصخرة وانشقت لما بالعصى مد إيده والعصى وانفلق البحر ندين هذه كلها عناصر خارقة للطبيعة لا هي قدرة موسى ولا قوته لا هي إمكانياته ولا شطارته وحنكته لكن الموضوع بإيه؟ بالروح القدر فالرب قلنا إياه اليوم الموضوع مش بقدرتنا أنا مقدرش أخلي إنساني يخلص بقدرتي أنا مقدرش أبكت الإنسان أنا مقدرش أعمل معجزة من تلقاء ذاتي الموضوع مش بقوتي مش بقدرتي مش بمفهومي مش بثقافتي مش بشهادات اللهوت اللي عندي الموضوع بالروح القدس وأي شي بيحصل هذا الشيء اللي بحب أنه لكل يفهمه في هذه الأيام ويدرك هذا الموضوع إحنا بنحاول نفهم أكتر وأكتر أي شي بيحصل لازم يحصل أولا في عالم الروح أول شيء لازم يحصل في عالم الروح ولما يحصل في عالم الروح يتبلور إلى الجسد فالانتصار يحصل أولا في الروح في عالم الروح مشكلتنا إحنا مش شايفين في عالم الروح لها السبب نحن نستخدم إيه؟ نستخدم إيمان لما تعرف الإيمان برسالة الأبرانيين صح 11 عدد واحد الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى ما هو الإيقان بأمور لا ترى؟ أنك أنت تؤمن بأمور تحصل أنت مش شايفين هذا عالم الروح هذا والإيمان لما أنا بشوف شيء وبلمز شيء هذا مش إيمان هذا عيان فالموضوع مش بقدراتي الموضوع مش بدهيء ولا معرفتي ولا حكمتي أنا الشخصية الموضوع بأيه؟ بالروح القدس وتلاقي في بعض الأحيان يعني تصلي لأجل شخص وروح الله يتحرك على هذا الشخص تلاقي هذا الشخص بتدا يبكي لو مهما عملت أنا شخصيا وحاولت بكل التقات الكلمية اللي عندي كل القدرات الكلمية اللي عندي أني أحكي مع هذا الشخص وأني أحاول أأثر عليه في الكلمات والمصطلحات والتعبير والصور الفلسفية أحط عليه وأحيانا بيحصل فينا التعمل كده فعلا مش ممكن أبسته زي ما لما روح الرب بكت بالزبط لأنه أما أتكلم أنا بالروح القدس يوصل لروحه وتتلامس مع روحه لكن أما أتكلم بأفكاره ممكن هو يعرضني بأفكار تانية وهو فاكرها حاجة حقيقية صحيحة وبراقة ومظبوطة وأفكارهم متبنية بقالوا سنين لكن روح الله اللي يقدر يخترق ويوصل لكل نفس بالزبط عشان كده حتى كمان رب يسوع قالوا ستنالون قوة متحل الروح القدس عليها هذا اللي احنا محتاجين بالزبط ليه؟ لأن الرب يسوع نفسه قال وحكيتها في بداية الحلقة بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئا بدون الروح القدس من درجة نعمل شيئا هو العامل هلأ سفر أعمال للرسل يعني أنا بسميه سفر أعمال للروح القدس ليه؟ لأن الروح القدس هو اللي عمل في الأعمال هاي جميحة هو اللي عمل آيات والعجاب هو اللي عمل في الرسل عشان يقدروا يعمله رسالة كورنثس أولا الساحة 12 بتكلم عن المواهب الروحية تسعة مواهب روحية تعرف الزنبرك الأساسي فيه أو العنصر الأساسي في المواهب الروحية؟ هو الروح القدس دحيب هو الروح القدس شيء للروح القدس من المواهب الروحية ولا يوجد شيء اسمه مواهب روحية لأنه هو العامل دحيب في كلوسي سعلا أول بقول المسيح فيكم رجاء المجد ليه؟ ليه المسيح فيه رجاء المجد؟ لأن حضور الرب في حياتي بيبدأ يستخدمني في المواهب الروحية اللي أنا مليش فيها يعني فين الحكمة اللي عندي لما أصلي مع الشخص والربي أعطيني كلام علم عن هذا الشخص من فين أجيب أنا كلام العلم؟ لا ثقافتي ولا قدراتي ولا قوة وأنت ممكن ما تعرفوش أصلا أنا ما عرفوش بالمر وبيحصل كثيرا لكن هذا الروح القدس اللي بتصرف من خلالنا فقال له للزرباب الموضوع مش بقوتك ولا بقدرتك ولا بطاقاتك ولا بحكمتك ولا بدهائك ولا بمعرفتك ولا الموارد اللي عندك الموضوع كله بالروح أنا اللي أعيدهم إلى أرشليم أنا اللي بقودهم إلى مكان الراحة وبالفعل يا حضر الأسيس يعني شوفنا أمثلة كثيرة في كتاب المؤدس بيتكلم داود ما كانش عنده لا قوة ولا قدرة ما كان بيواجه جوليات لكن معا كده قال له اليوم يا حبسك الرب في يدي أنا أاتي إليك بإسم رب الجنود وساعتها هذا مش بالقوة بالصفت مش بالقدرة ورجال كثير في العاد القديم وفي العاد الجديد يمكن مثلا نقول جدعون قال أنا عشراتي هي الزلة وأنا حالتي وحشة قوي لكن الرب قال له موضوع بتكرر من خلال الكتاب المؤدس من التكوين إلى سفر الرؤية ومنشوف قدير روح الله بيعمل يعني مين قال مين قال إنه بطرس أصيلها في السجن بسبحوا الرب برنموا والمساجين بيسمعوهم تحصر زلزلة في السجن تنفك الأبواب تنفتح الأبواب الكل يطلق وتنفك القيودة جميع الموضوع في لو حاولت تهزي البلد اللي تسجل ما تقدرش تهزيه لكن لما الرب بيهز الرب هو باللي بيعمل فإحنا عنا يعني عنا تلبات صلاة يعني وإحنا حالا حنتفرغ ليها دلوقتي بالزبط كده لكن هنرجع ونقول لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب جنود عزائي المشاهدين حنتلع فاصل مع ترنيمة رائعة فيبقوا معنا انا بيك منصور على أي شرور شل أي قشور من على عيني لو كل ظحور للدنيا جسور تحت جناحك بتخبيني وبترفعني وتعلني وتدافع عني وتحميني لو في صور بنا بتجيني وتهد السور وتهد السور وتهد السور وتهد السور وتهد السور وتهد السور اKEبراع من على مطفا تهد السور وتهد السور التحدي على نíbاني لأن الخصيل العباس موسيقى موسيقى وهدوس حيات واغلب صعوبات إبليس ولا يقدر يؤذيني أرفعه تفات بالانتصارات ده أنا لي يا إله بيقويني حبني وإداني نصر عظيم فرحني خلاص مبقتش حزين ده أنا عشت في قلبي ضل مصني ولقيت النور ولقيت النور حبني وإداني نصر عظيم فرحني خلاص مبقتش حزين ده أنا عشت في قلبي ضل مصني ولقيت النور ولقيت النور ولقيت النور ولقيت النور أهلا بيكو أعزائنا ومشاهدين ورجعنا لكو تاني ببعض الفاصل وكان عنوان حلقتنا لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود وبنرحب تاني برجل الله رجل الصلاة القصة صام حداد أهلا بحضرتك أهلا بك يا أخي في الحقيقة احنا بنشكر رب جدا لأجل قناة الكرمة أنه عندها مواقع تواصل اجتماعي كتير بتوصل بيها رسالة المسيح للملايين حول العالم وفي الحقيقة احنا حطينا بوست وقلنا إذا كنت محتاج صلاة من أجل حياتك أو مشكلة أو ظروف صعبة اكتب لنا صلاتك وإحنا فريق القدمة حيكون بيصلي من أجلك وبالفعل احنا وصلنا في البوست ده هوت يعني أنا قدامي دلوقتي هو كان عمالنا البوست كان 2400 دلوقتي في الحقيقة قدامي 2500 طلب صلاة ده كان من يوم ثلاثة في الشهر يعني تقريبا من يوم الحد لحد دلوقتي 2500 طلب صلاة ده غير الناس اللي تفعلت مع القلطة يعني عملوا لايك عملوا وشبعية عملوا قلب تقريبا 3300 شخص احنا بنشكركم جدا لأجل ثقاتكم الغالية في عمل الرب في قناة الكرمة الرب قد بيتمجد قد ايه بنسمع معجزات غير عادية وانتوا نفسكم بتبعتوا وتقولولنا احنا بنشكركم وبنشكر ربي اللي موجود في قناة الكرمة انه الرب استجيب وحصلت معجزات كتيرة قوي في الحقيقة انا حابة اشارككم بمعجزة اخت بعتت لنا بتقول في الاول كان بتطلب طلبة صلاة بتقول في طلبة صلاة من اجل بنتي هي متجوزة من خمس سنين عندها ضعف في الطبويد اخدت علاجات وحقا واخر مرة الدكتور قال لها ما فيش حاجة تاني ينفع الدهالك ده كلام الطب البشر هي بتقول لكن الرب قادر لانه هو الخلق ونحن وعملوا قادر يعطيها طفل بتقول بصلي ربنا يتمجد ويباركها بطفل وبعدين ردنا عليها وقلنا لها بنصلي معاكي في الحلقة وبعدين قالت كده انا جاي المرة دي واقول ان قلبي ولحمي اهتفان بالشكر والحمد لإله الصالح وبشرككم اني بشهد ان الهنا محبته كبيرة وعظيم في احساناته تحنن على بنتي كريستين واعطاها عطية جميلة ودي معجزة بكل المقايا حللويا مبارك اسم الرب الرب في وسطنا جبار يخلص رب يقدر انهذا يخلصك من خطيطك يخلصك من ديونك يخلصك من المرض اللي تعبك طول الوقت رب يقدر يخلصك القادر ان يخلص الى التمام الى التمام وده إلهنا وده إلهنا انا عايزة اقول لكم حاجة كمان لمجد الرب وبصفتي مسؤولة عن سوشيال ميديا مسؤولية فعلا مسؤولية كبيرة قوي رب دهاني انا عايزة اقول لكم انه مش بس المسيحيين اللي بيبعثوا لنا اشخاص بوعادة عن المسيحية لكن كلهم ثقوا ايمان انه إلهنا فعلا بيخلص إلهنا يقدر إلهنا قادر إلهنا عظيم جدا إلهنا مكتوب عنه الصانع العجائب العظام واحدة اتشدد وتشجع احنا منفتح قطوط التليفونات نحب نسمع طلبات صلواتكم نصلي معكم ونأجلكم لأنه دهد في الحلقة بتاعت كل يوم خميس احنا نفسنا جدا ككنيسة واحدة حول العالم نتحد كلنا في نفس الطلبات لأنه لو عضو واحد تتقلم كل الأعضاء بتتقلم فنفس الحكاية بنشارك بعض بالصلوات وبنشكر رب جدا لأجل رجال الله للرب بيقيم في قناة الكرمة يصلوا من أجلنا وبنصدق جدا ووثقين جدا أنه رب يصنع أجائب كثيرة جدا حول العالم إيه رأيك يا حضر الأسيس حليلويا أختي نيديا يعني المزبوط تجي استجابات صلاة كتير وأنا بشجع بشجع كل شخص بطلب صلاة لما بتم الأمر اتصل فينا زي ما اتصلت وبعدت طلبة صلاة على الفيسبوك برضو تواصل معنا وقلنا أنه الرب استجاب لهذه الصلاة لأنه بعض الأحيان نرجع من صلي مرتان إلى الطلبات فإذا كانت الطلبة استجيبت يعني نضيع وقت لكن محتاجين نقدم الشكر للرب لاستجابة الصلاة فأنا بشجع كل شخص استلم استجابة الصلاة أنه يتصل يتواصل معنا بأي طريقة أو بأخرى ويقولنا أنه الرب سمع واستجاب مهم جدا بعض الأحيان نخلينا أخت ليديا الناس بتتصل لما يصير في طلبة تانية جديدة فبتتصل وبتقول على فكرة الطلبة الأولى الرب سمع واستجاب يعني مهم أنه من البداية ضروري كتير عارف يا أسيس كمان ده بأوي إيمان الناس حول العالم طبعا يعني أنا ما أسمع أنه فيه استجابات كمان غير يتصل يقول أنا كمان أنا مصدق أنه فيه حاجات فعلا بتحصل إحنا مش بنخاطب الهوى لكن إحنا بنصدق في إلاق قادر وقدير إحنا معنا اتصال لحد الأسيس معنا الأخترانة من أهايو أهلا بحضرتك الأخترانة الأخترانة حضرتك معنا على الهوى تفضلي أهلا بحضرتك أنا إسمي رانا حكيت معك وقبل تسعى شهور وطلبت صلاة من أجل جوزي كان عنده كانسر وحكيت أنه طلبت أنه يسوع يشفي بصراحة هو انتقل للجعب وأنا كان يعني كل إيماني حاطيته أنه الجعب يشفي الجعب يشفي وصلوات وطلبت صلوات من الكل وكنت خايفة إنه إذا ما استجابت الصلاة إنه يكون في غضب أو زعل من الجعب بس بصراحة صارت معجزة تانية إنه الرب ما خلا هذا الإشي يصير الرب خلاه يشوف السماء وخلاه يشوف واجه يسوع ويشوف السماء قبل ما ينتقل عنده بأكم من ساعة فهي إشي يعني كانت إشي عزاء لإلي ولأهله وللكل وإحنا كنا يعني يعني إحنا كنا بدنا شفاء جسدي بس أنا بشكر يسوع إنه شفاء روحيا وأخذوا لعنده كان شخص تاني كتير تغيرت حياته كتير تغيرت عن قبل وصار إنسان يعني جديد والله أعطاه جسد ممجد ونشكر يسوع على هذا الإشي بس إنه طلب صغير أنا بس عندي قلت لكم إنه عندي ولدين واحد عنده توحد وواحد عنده شلل دماغي وعندي بنت عمرها عشر سنين بس بطلب صلاة إنه ربي يعطيني عون ويعطيني عزاء وحس بفراغ لأنه صعب الوحدة وصعب الفراء بس بطلب صلاة إنه يعطيني قوة وقدرة ويعطيني يكون أكون نور للحوالية وهذا أنا بس بدي أمجد اسم يسوع أبن ما يعني كل واحد مش رحي يبضل في الحياة يعني أهم إشي الواحد دي مجد اسم يسوع بالأيام اللي ضايلة في إله بهذه الحياة أمين بشكركم من أجل صلواتكو أنا نعم بشكركم من الصلوات وبشكر الكنيسة اللي عندي هنا في أوهايا بشكرها كمان لأنه كانوا دعم لإلي كتير ويسوع كتير بالأوقات الصعبة وبوقت الديء كان يعني فرجيني أشياء كتير بهذا الوقت وكان جنبي يعني شكرا لكم أنا بحب عزيك يا أخت رانا ورب بروح قدوس يقش في أعماقك ويديك يصبر ويديك عزاء ويديك برودة والعزاء الوحيد لأكثر عزاء هو أنه لينا رجاء في السماء ولينا رجاء أنه في حياة أخرى رائعة جدا مع رب يسوع فأنا بحب عزيكي لكن كمان الحضرة الأسيس تحب تقول الأخت رانا حاجة؟ تعرف يا أخت فيديا؟ تفضل حقيقة أقوى استجابة صلاة سمعتها اليوم يعني بتصلي حتى يشفى زوجها لكن الرب يعطيه فرصة بفتح عنها حتى يشوف الأبدية يعني هو تشجع هي تشجعت اللي حواليهم تطمنت كمان علي طبعا وبعدين لما انتقل انتقل بسلام وبعدين أعطاهم راحة والرب ملأ قلبها هي بالسلام إن هذه بحد ذاتها معجزة ده حقيقة يعني دايماً بيقولوا أنه الموت للمؤمن ده ultimate healing يعني ده شفاء النهائي فهذا إذا كان بدل على شيء بدل أنه إحنا بنصلي وحط كل الأمور بأيدينا الرب هو اللي بيشوف الأفضل هو اللي بيعمل لكن إحنا بنفعل إيماننا بنصلي لأجل أولادها واحد عنده التوحد تاني عنده شلال دماغي في إسم الله رب يسوع ده أطلب من كل إخوتنا المشاهدين أنه يشتركوا معنا في هذه الصلاة لأجل هالطفلين في إسم الله رب يسوع حتى الرب ينهضهم حتى الرب يشفيهم حتى الرب يمد إيده عليهم إلهنا قادر ما فيش شيء صعب عليه اللي خلق الإنسان وصمم الإنسان قادر أن يعمل معجزات في حياة الإنسان يا أبونا السماوي بنرفح الطفلين أمامك وبنصلي يا رب أن الطفل اللي عنده الشلال الدماغي يا سيد الرب تلمس دماغ وخلايا دماغ وتعمل معجزة معاه تشغل خلايا من جديد حتى يرجع شخص طبيعي في إسم الرب يسوع المسيح زوره ولمس يا رب في إسم القدوس الأزلي في إسم الرب يسوع بنرفع أمامك يا رب أخوه اللي عنده مرض التوحد أنت قادر أنك تشفي بالتمام يا رب في إسم الرب يسوع أرجوك إله الصالح زوره وافتقده المسيح يا رب وشفي في إسم الرب يسوع المسيح بنرفع أمامك ولدهم يا رب ونصلي أنك تعطيها قوة تأيدها بالقوة بالروح في الإنسان الباطن وتشجحها قوة في ذاتها في إسم الرب يسوع المسيح نشكلك أنك سمعت واستشبت آمين آمين نشكرك يا أخترانة للأجل تصالك وبنصلي أن الرب يشددك ويشجعك ورب يلمس الطفلين ويكونوا في أتام الصحة بنصدق في الرب جدا لأنه هل يستحيل على الرب شيء نصدقين في الرب أسيس أحنا جالنا طلبة صلاة بنت رب من كندا بتقول أنها عايزة تبتدي اجتماع صلاة في بيتها وحبة أنه حضرتك تكون بتصلي أنه رب يكون بيستخدم بيتها ويستخدم حياتها آمين يا رب نرفع بنتك يا رب في كندا تفتح بيتها يا رب لاجتماعات صلاة بنصلي أنك أنت تكون موجود في الاجتماع وبنصلي أنك تلمس كل نفس في الاجتماع يا سيد الرب وتغير النفوس وتعالج النفوس المريض تشفي الفاشل واليأسان يا رب أنت تشجعه يا سيد الرب والغير مخلص تفتح قلبه يا رب تلمس قلبه حتى يطلبك أنت مخلص لحياته في اسمه الرب يسوع المسيح بارك البيت وسدت جميع الاحتياجات في اسم القدوس في اسمه الرب يسوع آمين في شخص من بغداد أو هي بتقول بطلب صلاة لزوجي من أربع سنوات في تليف في صدره راح لأطباء كثرين أدوية كثيرة أثرت على صحته طلب الأطباء اجرأ عملية له لكن وضعه الصحي تعبان لا يتحمل البنج ما عندهش لأقرباء ولا أهل كل سافر هي وابنها فقط موجودين معهم آمين الموضوع تليف في الصدر يا إلهنا الصالح بنصلي اليوم في اسم الرب يسوع المسيح تمد يمينك على هذا الشخص يا سيد الرب أرجوك على الصدر يا رب على الرئتين يا رب على القلب يا رب على الشعب الهوائي يا رب في اسم الملك في اسم ملك الملوك ورب الأرباب في اسم الرب يسوع المسيح أقمر بالشفاء الكامل ألمس جسده الآن يا رب هي بتقول ما عندهش حد يا رب وحس في وحده لكن أنت الإله اللي ما بتتركنهش أبدا دايما معنا نصلي أنك تتمجد معاها في اسم الرب يسوع يا رب بالشفاء الزوجة ألمس الرئتين لمسة إلهية الشعفية في اسم الرب يسوع المسيح أمين في أخت نرمين بتقول صلي الأولاد مينة وماريو يباركهم والزوجي عندهم مشاكل نفسية نتيجة تربية قاسية أيو أمين يا رب من صلي يا رب لاجي الأخت نرمين وزوجها تلمس الزوج تلمس الأولاد تعمل يا رب معجزة في العائلة في اسم الرب يسوع المسيح توتا بتقول أنا أرملي وأملي فتاوى الصبي في السن المراهقة صلي من أجل أولادي نجاحهم الروحي والدراسة حتى يكون بيتنا بيت طاهر وبيت صلاة وقوة حتى الرب يعطيها القوة حتى تربيهم صح أمين يا رب في اسمه نرفع أمامك هذه الأخت يا سيد الرب أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح منصلي قوة في الجسد وقوة يا رب في الإيمان أمين باسم المبارك زور البيت وافتقد البيت في اسم الرب يسوع المسيح أنا عندي تلب الصلاة يا حضر الأسيس مستعقلة أخت إنجي بتقول أرجو الصلاة من أجل والدتي عملت عملية في عينيها والدكتور عمل خطأ ولا تستطيع الرؤية الآن ولازم تعمل عملية تانية يوم الثلاثة القادم وبتقول أرجو الصلاة من أجلها واسمها الأخت ليلة وعندها أخي اسمه مايكل هيعمل عملية يوم الخميس القادم في رجبته أن رب يمد يده بشفاء ويتمجد الأم عندها العملية في العين الدكتور عمل عملية خطأ في عينيها فهي محتاجة تعمل عملية الثلاثة الجاي وعندها كمان أخي اسمه مايكل هيعمل العملية الخميس القادم يا رب نرفع هذه الأخت أمام عرش النعمة أمام مجبحك أيها السيد الرب أمام الهيكل يا رب منصل أنك تدخل في هذا الموضوع تلمس العيون يا رب تعطي الشفاء الكامل يا رب حتى الطبيب المفروض يكون سبب في شفاءها يا رب عمل العكس يا سيد الرب لكن أنت طبيب الأطباء أنت اللي بتصحح الأمور اللي بيغلط فيها يا رب البشر في اسمه الرب يسوء المسيح صح هذا الخطأ في اسمه الرب يسوء ألمس يا رب أيضا الأبن يا سيد الرب في هذه العملية وكون أنت يا رب معاه في العملية في اسمه الرب يسوء المسيح أمين يا رب أمين أمين أخت تانية اسمها جيلان بتقول حياتي منذ فترة مجموعة متلحقة من المعاناة في البداية فقدت زوجها وبعدين ابنها مرد وما تشافاش بتقول بعد علاج لمدة خمس سنين وفي النهاية باباهم وميتها أصيبوا بمرض سرطان ومعاناتها الفضيعة مع هذا المرض الشرس وآلامه بتقول صحتها دهورت ومطالبة بالعمل وخدمة الجميع بتقول أرجو الصلاة من أجل شفاء أمي وأبي وابني وشفائي حتى أستطيع القيام بواجباتي والياكن كل شيء برادة الرب تعرف يا أخت ليدي عم بحس أن في الأيام في حرب روحية فضيعة على المؤمنين كل شوية بتلاقي تيجي رسالة أنا في حرب روحية إذا أنت بتمر وتجتاز في حرب روحية هذا بدل أنك أنت عم تعمل شيء صح وعدو الخير بحربك استخدم السلطان اللي الرب أعطاك إياه شوف رب قال للتلاميذ أنا أعطيكم السلطان لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوى العدو ولا يضر لكم شيء هذه مسؤوليتك الحرب اللي أنت فيها مسؤوليتك يعني في مثل في بول ما بيحرث الأرض غير عجولها يعني حتى تقدر تطلع من هذه الحرب بدك تصلي بدك تصرف وقت في محضر الله بدك تكرس ممكن سوم وصلاة تاخد كلمة الله وطالب الرب في المواعيد اللي أعطاك إياها وتبدأ تنتهر قوات الشر الروحية لو في شخص جنبك مؤمن أو شخص بتعرفه مؤمن ممكن يصلي معك ويشترك معك ويتفق معك في الصلاة مهمة كمان الصوم كتير مهم لأنه بيمثل قوة روحية على قوات الشر أخد خطوة إيمان وإبدأ حارب يعني لا تتوقع الناس تصلي لك وأنت ما بتعملش أي شيء ما بيحصلش أي شيء محتاج أنك أنت تحارب وإحنا بنحارب معك ومنصلي معك ورب بينهضك ورب بيخرجك من هذه الحرب الروحية الحرب الروحية دائما بتولد نمو روحي وجرأة روحية فمهمة ضروري لازم نمر في الحرب الروحية مبارك اسمنا أمين لكن إحنا وإحنا دخلين حروبنا واسقين في الانتصار المسيح أمين الكتاب علمنا الفرس معدل الحرب أما النصرة من عندنا صلاة لأجل شاب متزوجة وعندها أولاد شباب تبحث عن شغل في أماكن كثيرة ولم تتوفق حتى الآن لديها مشاكل عائلية صعبة الرب يدخل فيها أمين يا رب على فكرة أي شخص بطلب شغل يصلي معنا هذه الصلاة اليوم إذا تطلب وظيفة بتطلب شغل صلي معنا في اسمه الرب يسوع المسيح يا أبونا السماوي بنرفع أمامك يا رب هذا الاحتياج في أشخاص كتير يا رب بتتفقوا معنا في هذه الطلبة محتاجين لوظيفة محتاجين لباب رزق جديد محتاجين إعانة يا سيد الرب بنصلي أنك أنت تفتح أبواب العمل يا رب أرجوك في اسم الرب يسوع أعطي وظائف يا رب كل واحد بحسب كفاءاته أيها السيد الرب باسم القدوس الأزلي باسم رب الجنود في اسم الرب يسوع المسيح بنصلي أنك تعطي شعبك وظائف يا رب في أماكن يا رب مناسبة وفي المرتب المناسب في اسم القدوس الأزلي في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أمين يا رب صلى لأجل مينة عنده امتحان معادلة الطب يوم 30 عشرة حللويا اللي عنده امتحانات المعادلة كمان منصلي له اليوم صلي معنا إذا عندك هذا الاحتياج يا رب نرفع هذا الشخص مينة يا رب أمام عرش النعم عنده امتحان معادلة بنصلي أنك تعطيه ذاكرة قوية بنصلي أنك تعطيه فهم واستعاب غير عادي يا رب بنصلي أنك أنت تفكره بكل شي بيدرسه يا رب يوم الامتحان ما تسمحش أنه يلتخم أو أنه ينسى أو أنه يا رب ما يعرفش يجاوب أي سؤال لكن بنصلي في اللحظة اللي فيها بقرأ السؤال يجاوب فورا يا رب بدون تردد ويكون دائما جوابه صح في اسم الرب يسوع المسيح أعطى النجاح لأولادك في اسم القدوس الأزلي منصلي أمين يا رب صلاة لأجل جيهان عندها كانسر انتشر يا يسوع في كل جسمها نحن كمان عايزين أنه عندنا أخت سمان بيبيان وأخة تاني كمان لسا قيلنا الوقت من كنت أربون برضو عنده كانسر اكتشفوا جديد أنه عنده كانسر يا يسوع نصلي الأجل ياريت أي شخص عنده كانسر أو بصلي الأجل شخص تاني عنده كانسر يتفق معنا بهذا التلب اليوم يا رب يا رب يا رب يا رب إلى من نذهب قال لك بطرس يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك أنت يا رب أنت تتكلم يا رب تقول فيكون تأمر فيصير يا رب أؤمر الكانسر بالتراجع إلى اللاشيء يا سيد الرب أمين في اسم المسيح هومور الكانسر يا رب بالتراجع إلى اللاشيء إلى مرحلة الصفر يا سيد الرب في اسم الرب يسوع يا ما شفيت ناس يا رب يا ما شفيت ناس من مراحل مختلفة يا رب أرجوك وخاصة الناس اللي في الستيج فور يا رب أصعب مرحلة بنصلي يا رب أنك تدخل في حياتهم في أجسادهم يا رب وتبرئ وتشفي يا رب نؤمن أنك أنت قادر نؤمن أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أمين يا رب أمين أمين صلاة لأجل شابة ستذهب أفغانستان مع الجيش الأمريكي مضطربة جدا هي وأعائلتها يا رب نرفح البنت أمامك يا رب ومن صلناك تحميها وتسيش حوليها يا رب في الطريق وترجع سالمة يا رب إلى بيتها يا رب إلى أهلها في اسم الرب يسوع شابة بدأت شغل بارت تايم ما تزوجها فجأة ومشاكل البيت وعندها أربع أولاد تحتاج تداخل مننا يا رب أمين انصف بنتك يا رب أرجوك سدد الاحتياجات يا رب يا رب أنت كتير بهمك الأرامل أنت قاد الأرامل أنت أبو الأيتام أرجوك يا سيدة رب ادخل في حياتها يا رب وسدد جميع الاحتياجات وارفع عنها كل تعب في اسم الرب يسوع أمين عفوا يا حالة الأستيس إحنا معنا اتصال تفضل معنا الأخت أمل من تنسي أهلا بيك أهلا يا أخت ليدي أزايك عملا أهلا بيك حبيبتي أهلا وسهلا تفضل لي أهلا بيك يا أختي 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 أحب أن أشهد عن الرب أنه أستيس يا سام لو تفتك أنا كنت في مصر وبعدت لحضرتك رسالة على الفايبر أقولك أن جز أختي داخل يعمل عملية كانسر أيها وكانت عملية سريعة نشكر الرب هو عمل عملية ونجحت مجد وأول تحليل طلع كويس نضيف نطلب من الرب أنه يتمجد في التحليل اللي جاي أمين أنه بشكرك على صلاتك وأنك فعلا كنت على طول رديت علي بشكر الرب من أجل صنيعه الرب صالح وفعلا بشكر كنات الكارم لأنه كنت دايما ملجأ لنا ودايما بتوقفوا في الصغر معنا كمان طلبة تربط صالح من أجل أسرة فيها للرب الأسرة عنده اكتئات من رب يكون بيتلامس معه وليش فيه أمين بشكركم كتير على محبتكم وتعبكم ودايما دايما ما فيش حاجة بتوقع منك ودايما بتردوا علينا وبسرعة رب يباليكم واسعتكمكم شكرا كتير شكرا أختي أحنا كل منعمل ونصلي لكن الرب هو اللي بيعمل المعجزة بل هذا السبب دائما منقدم للرب ذبيحة شكر وحمد لأنه دائما للرب صالح حتى في المرات اللي فيها بموت الإنسان حتى في موت البار يعني الرب بتمجد مبارك اسم الرب أشكر رب لأجل كل المعجزات المسمحة لأنه إلهنا حي لما منصلي نتوقع استجابة الصلاة وأنا أشكرك لأنك أنت رجعت وقدمت ذبيحة شكر للرب لأنه صالح أمين يا رب نرفع يا رب جزخته يا سيد الرب ومنصلي تكمل عملك معه وتفضل يا رب كل الحصات يا رب تمام ما فيش فيها أي نوع من الكانسر في اسم الرب يسوع هذا الشخص يا رب رب الأسرة يا رب اللي عنده إحباط نفسي بنصلي أنك أنت تلمس قلبه يا رب بطريقة أو بأخرى يا رب حسب ما تشوف مناسب يا رب مع هذا الشخص تلمس قلبه وترفع عنه كل إحباط نفسي في اسم الرب يسوع أمين أمين شكرا لك يا أخت أعمال لأجل التصالك وإحنا عندنا معجزة يا حد الأسيس وسلتنا حاللو وأخي كان كاتب بيقول أرجو من هو كان بعد بيقول أرجو صلاة من أجل أنه عندي كحة شديدة وبلغم على الزور وألم في عزام جانبي الشمال والأدوية مش جايبة نتيجة وبيقول أشكر ربنا تم شفائي قديس عصام قصيس عصام صلى لي والرب استجاب وشوفيت احنا قديسين في المسيح يا أسيس أمين شكرا لرب رب صالح برضو كمان في إجتني استجابة صلاة أخت بتقول أنه كانت بتصلي الأجل واحدة عندها اكتئاب بعد الولادة صلينا والرب بديت عامل معها وابتدت تقرأ في الكتاب المقدس والرب حررها من الاكتئاب أنا كتير مهمة شابة هم بقول بتطلب صلاة أنه الرب يدبر موضوع سفرها أمين يا رب تفتح الأباب المغلقة في اسمه الرب يسوع بحسن ما شيئتك الشخص في السجن نفسيته تعباني جدا كان عنده مشكلة في القلب من فترة أخباره مقتوعة من صلي يا رب تلمس هذا الشخص وتقويه في اسمه الرب يسوع المسيح صلاة من أجل أخت اللي أرسلت طلبة صلاة على الفايبر مش عايزة تقول المشكلة على الهوى يا رب انت عارف المشكلة من صلي أنك انت تتدخل في هذه المشكلة وتحلها في اسمه الرب يسوع المسيح أم تطلب صلاة لابنتها تعاني من مشاكل زوجية شديدة والزوج له علاقات خارجية تجعل الزوجة حزينة ومقهورة يا ريت نصلي لأجل كل العائلات اللي مكسورة اللي مقدمة على طلاء يا ريت نصلي لأجل المس ما بتتصور قديها الطلبة هاي بتتكرر أكيد أكيد إبليس بيدرب العلاقات وخصوصا بين المؤمنين لكن احنا ما واسقين في النصرة واسقين إبليس مغلوب أمين يا ريت لو تصلوا إذا عندك مشاكل في البيت ما فيش واحد ما عنده مشكلة في البيت يعني بيوتنا مش كاملة منشتغل عليها باستمرار ومنصلي باستمرار ومنرفع أولادنا أمام عرش النعمة لكن خلينا نرفع هذه المشكلة أمام عرش النعمة في اسمه الرب يسوع المسيح يا رب نرفع أمامك هذه العائلات يا رب اللي عندها المشاكل والمشاكل يا رب بتوصل للطلاق يا سيد الرب لأنه عدو الخير يا رب يريد يا رب أن يهدم البيوت يا رب ويسب النساء والأطفال يا رب ويهد البيت أيها السيد الرب نطلب منك اليوم في اسم القدوس الأزل يا رب أنك أنت تتدخل يا رب في البيوت يا رب وتحل المشاكل وترجع كل شخص في العائلة لمحبة الأولى أرجوك يا سيد الرب عيد الاتفاق من جديد عيد يا رب التوافق عيد يا رب المحبة في البيوت في اسم الرب يسوع المسيح نطلب أن حضورك يكون في البيوت بشكل قوي حتى الصغير والكبير يشهد عن حضورك في بيته في اسم الرب يسوع المسيح نصلي آمين يا رب آمين صلاة لأجل العادل عنده مشكلة في ظهره في الفقرة الرابعة والخامسة ويتمنوا ألا يكون هناك جراحة آمين آمين في اسم المسيح لا إحنا مش عايزين نتمنى نصدق نصلي بإيمان ونعلن أنه ما يكونش في هناك أي نوع من الجراحة آمين في سيفوه في الفقرة الرابعة والخامسة آمين في الظهر في اسم الرب يسوع المسيح يا رب بنصلي أنك تلمسه الآن تلمس الفقرة الرابعة والخامسة والثالثة والساسة يا رب وطعت الشفاء كامل للعمود الفقري في اسم الرب يسوع المسيح آمين 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 صلاة لأجل العفاف عندها جراحة استقصال ورم من الشرج يوم الأربعاء القادم وهي متألمة جدا يا رب بنصلي أنك تمدي منك وتريح بنتك يا سيد الرام أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح وتدخل في هذا الموضوع باسم القدوس المبارك في اسم ملك الملوك ورب الأربعاء بنصلي آمين صلاة لأجل رانيا عندها كانسر في المخ ووصل للعظم عمرها 28 سنة ومش قادرة تاكل أو تشرب يا رب نرفح البنت أمام عرش النام 28 سنة يا رب بداية شبابها بداية حياتها يا رب نصلي أنك تلمسها تلمس الرأس تلمس الدماغ ومحول الدماغ يا سيد الرب وتمنع هذا المرض الخطير في اسم الرب يسوع من الانتشار أنت الوحيد القادر على كل شيء آمين يا رب آمين صلاة لأجل هيلانا وجوليانا على فكرة هون مش كاتبين إيش طلبة الصلاة بس مجرد صلاة هو الرب عارف آه الرب عارف بس مفضل لما تطلب طلبة الصلاة أنه يكون الصلاة واضحة يعني مش دولة طاعة الاسم لكن وضح الطلب حتى نحددها صلاة لأجل شاب 22 سنة عنده روماتويد وعنده MS 22 سنة روماتويد آثورايد ومالتبل سكولوروس عاتنين وعشرين يا رب هذا الشاب بين إيديك أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح بداية حياته بداية شبابه يا رب بنصل أنك تلمس وتشفي من الروماتويد آثورايدس يا سيد الرب ومن المالتبل سكولوروس في اسم الرب يسوع المسيح شفاء كامل يا رب شفاء كامل يا سيد الرب خليه يختبر يدك الحنونة يا رب تمر على جسده ويا رب وتشفي وتبرق جسده من كل ألم وواجع في اسم المبارك في اسم رب الجنود في اسم صخر الدهور الرب يسوع المسيح أمين أمين عندك تلبط صلاة؟ يا عندي تلبط الأخت راندا بتقول شخص مظلوم ومكسور وليس له أحد يقف جنبه والدته دخلت تغيبوبة طويلة بسبب عملية نتج عنها تلف في الدماغ والدكتور مش معترف بغلطه وفي المحاكم القضية دي بتقول للأسف الطبيب والقاضي الاثنين متفاهمين وبيتهموا اللي هو الإبن دوت بتقول اسمه فادي بتقول متهمين وبتهم غير حقيقية عشان يسكتوه عن حق مامته لأنه مامته فغيبوبة نتيجة تغلط الدكتور فبتقول رجاء الصلاة الحرر من أجل الشفاء والدته بالكامل وإظهار الحق والحماية لهذا الشخص هلنا نصلي مع بعض أمين في اسم المسيح يا رب هذا الموضوع الصعب يا رب في الطبيعي الصعب يا رب لما القادي والدكتوري يا رب بتفقوا مع بعض على المريض يا رب المريض ما إله غيرك أنت يا رب أنت اللي بتنصف يا رب مكتوب أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا يا رب الوالد يا رب يا رب تعباني يا رب في المستشفى يا رب زورها باسم الرب يسوع المسيح زورها أعمل معجزة معها انصفها انصفها يا رب انصفها في اسم الرب يسوع أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح انصفها وانصف ابنها باسم الرب يسوع نشكرك لأنك بتسمع الصلاة وبتستجيب لك كل المجد يا سيدي تارية أنت براين تومر ورم في دماغ يارب يارب بيكمان براين تومر بيسم الرب يسوع تناثن في اسم الرب يسوع لمجد اسمك إيمان الرب يحميها ويحمي بنتها في جورجيا وفي أفغانستان باسم الرب يسوع المسيح بنت يسوع أمنية أنه زوجها يحبها أكتر أمين وأن الرب يشفيه أمين يا رب في اسم الرب يسوع بنت يسوع أيضا بناتها التنتين بيتزوجوا أمين يا رب أعطي نصيب صالح من عندك أمين يا رب مايكل عنده كيدني ستون يا رب نطلب منك اليوم أنك تؤمر بأصبعك يا رب هذا الحجر اللي في الكلة ينزل أمين قبل نهاية اليوم باسم الرب يسوع مهند محمد رب يفتح له أبواب ويحميه أمين باسم الرب يسوع جبران عنده فيبروسز على البعض سفير كوفين عنده ألياف حول الرئتين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ألمس يا رب ألمس يا رب بلمس الشفاء من عندك أؤمر التليف بالاختفاء الكامل باسم الرب يسوع أمين رضا يا رب نصلنا لك تشفي الكلا باسمه الرب يسوع السامية عنده خوف سامية أرفض الخوف أمين في شيء لازم نعرفه السلاحين دايما بيستخدمهم عدو الخير بيستخدم الخوف وبيستخدم الكزب دايما بيجينا بأفكار غلط لو صدقناها بيبدأ الخوف في حياتنا وبعدين صعبا نحن نتخلص من الخوف مهم أن نحن نرفض روح الخوف نرفض الفكرة الغلط من بدايتها قول أنا برفض هذه الأفكار في اسمه الرب يسوع يا رب حسن أفكاري لها السبب في رسالة أفص صحيح ست بقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدر أن تثبتوا ضد مكايد إبليس وأن مصارعاتنا ليست مع الدم ولا حن بل مع الرؤساء مع الشياطين مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحيين في السمويات لذلك البسوا خوذة الخلاص أمين البس خوذة الخلاص اللي هي الكلمة في اسمه الرب يسوع شادية عندها مشاكل في الركب باسمه الرب يسوع مدي مينكوش فيها فيفيان عندها تطلب خلاص نفس جدتها والرب يعاوضها عن كل شي خسرته أمين والبنات والبنات يرجعوا في اسم الرب يسوع أمين إيميل عنده كانسر والدكتور بقول ما فيش رجاء أخو إيميل نحن نثق في طبيب الأطباء ياما في حالات الطب قال فيها خلاص انتهى ما فيش نجم وفي كل مستشفى فيه هناك غرفة للصلاة لأن الأطباء يعرفوا يعني هم بيعالجوا المرض نشكر رب لأجل الأطباء طبعا لكن اللي بيشفي المرض هو الرب الشافي ده حقيقي والغيره مستطاع عند الناس عند الرب مستطاع ده حقيقي إحنا كمان عايزين نشكر إحنا عندنا بس مباشر على صفحة قناة الكارما في الفيسبوك فجالنا دلوقتي 166 طلب عايزين نصلي لهم واحد واحد حضرتك ممكن تصلي لهم إجمالا لكن القصد تذكر تقول أن كل واحد طلب طلب تصلي على الفيسبوك دلوقتي في اللايف نصلي لأجل طلب البرنامج هلأ عم بطلع لايف على الفيسبوك بالزبط ودلوقتي شكرا حضرتك على الفيسبوك دلوقتي ده غير طبعا كل يعني مغتل العالم كله لكن في طلبات ناس كتبوا طلبات صلى 166 دلوقتي ده غير اللي في البوست 350 ده غير دول دول العينات ما قدرناش نصور كله لأنه هصور تقريبا لايك ألفين ورقة فصعب جدا يعني لكن هو رب عارف الاحتياج يا أسيس هو رب عارف يعني هذه الطلبات تقريبا هيكتاب لا ده فيه أكتر حضرتك ده دول العيناة صغيرة أقل بكتير حضرتك هما تقريبا ألفين ألفين ورقة اللي مع حضرتك الورق ده هما ألفين طلبة لكن الورق ده ده تقريبا خمسين ستين حاجة زي كده ما قدرناش نقود كله دلوقتي بقيوا ألفين وخمسمائة طلبة الرب احتياجات كتيرة لكن هماسكين في الرب ومصدقين أنه هنعدي الجبال اللي وقفة ضدي ومع ترنيمة رائعة أعزائي المشاهدين فابقوا معنا احتياجات كتيرة اللي وقفة ضدي أعدي أعدي في إيماني اللي مال يدي أعدي وهتعدي ألماتي وكل ضي أنا عشتها أعدي وهتعدي نكباتنا أقوى بيك منها أعدي وهتعدي ألماتي وكل ضي أنا عشتها أعدي وهتعدي نكباتنا أقوى بيك منها هتقر صور المر قدام عيني كذكريات والسلم من تحي وقمت من بان الأموال هتقر صور المر قدام عيني كذكريات والسلم من تحي وقمت من بان الأموال أمنتك آمنتك على كل ما عندي أمان وائماني في الوعد ياسنتي أمينتك بابونتك على كل ما عداك ونماني وإيماني في الوعد ياسنتي هعدي هعدي في القب الصفال اللي وقف بطي هعدي هعدي في الامان اليمال يcling هعدي هعدي في الجبال هادي 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 ه اشتركوا في القناة المصرح والقوة في لديك وأنا معديك وتبادي بالبلادي بعهدك مش بعهدي المصرح والقوة في لديك وأنا معديك هعدي هعدي في الجبال اللي وقت ضدي هعدي هعدي بإيمان هعدي هعدي بإيمان اللي بار يتي هعدي وهتعدي بثواني الراحة في ساعات الغريب هعدي وهتعدي بحلاوتها وجملها وللمشير هعدي وهتعدي بثواني الراحة في ساعات الغريب بعدي وهتعدي بحلاوتها وجملا وللمشيب وهيمت في كل دفلح ست ما هيجيني وقراء وفي جسم اشتد روحاني ماشي داسوك واعيش معاه وهيمت في كل دفلح ست ما هيجيني وقراء والجسم يشتد روحان نجد أسوفه وعيش معاه وأضي في المجد يا حياة في نور أبداي وهننم وأنا بخدم في بيت الأمس داي أضي في المجد يا حياة وأنا بخدم في بيت الأمس داي هللويا هللويا يا حياة في نور أبداي هللويا هللويا في بيت الأمس داي هللويا هللويا يا حياة في نور أبداي هللويا هللويا في بيت الأمس داي هللويا هللويا يا حياة في بيت الأمس داي أهلا بكم أعزائنا مشاهدين ورجعنا لكم تاني بعض الفاصل وعنوان حلقتنا النهاردة لا بالقوة ولا بقدرة بل بروحي قال رب جنود من ذكرية أربعة ستة ونرحب تاني بضيف الحلقة الرجل الصلاة القصة صام حدد وزي ما زور بابل قال كمان قال من أنت أيها الجبل العظيم أمام زور بابل تصيل سهلا نشيل اسم زور بابل ونحط اسمنا ونصدق في الرب أنه هنعدي الجبال الوقفة ضدنا بإيماننا اللي مالي إدينا بالرب يسوع أمين أختي دي بس أنا للمزوط لما قلت لي أنه طالعين live streaming على الانترنت على الفيسبوك وإجا 166 تلبط صلاة يمكن هلأ صار 170 أو whatever حسيت برضو بالثقل بتثقل كتير لأنه لو الكرمي مش موجودة طلبات الصلاة تروح فين الناس يروح فين الاحتياجات دي كلها كم طلب صار في عنا سوفا في الحقيقة هم 2500 دلوقتي زادوا على البوست احنا حطين كذا بوست في الحقيقة حطين بوست 2500 طلبة وبعدين حطينا الإعلام بتاع الحلقة جالنا تقريبا 350 طلبة صلاة ودلوقتي في live دلوقتي تقريبا لسه 166 فإحنا مقدرناش في الحقيقة نصورهم كلهم لكن كلهم موجودين على الفيسبوك بتاع قناة الكرمة فريق الصلاة هيصلي حضرتك هتصلي فيه أسرور الأسبوع إن شاء الله كلنا كمان اللي بيسمعونا كمان عايزانا مشاهدين كمان المؤمنين بيصلوا معنا وناس كتير قالوا لنا احنا بنصلي معيكم وانتوا بتصلوا لأجل الأشخاص دوحي بنصلي معيكم وعلى قلبنا تسقل لأنه كلنا جسد واحد كلنا بنتقلم لتقلم الناس اللي بتحصل وعايزة أقول لك مش بس كمان المؤمنين مش بنصلي لأجل المؤمنين بس ولا المسيحيين بس لكن كمان عايزة أقول لحضرتك احنا عندنا طلبات صلاة من أخواتنا وحبيبنا والغالينة عقلنا اللي دايما بنصلي لهم أخواتنا المسلمين أم فيصل بتقول صلاة من أجل عائلتي الأخ محمد بيقول أنا محتاج صلاة كمان اشركونا معيكم كل الناس كل القليقة تأني وتتمخط يا رب نرفع أخنا فيصل منصلي أنك تلمس عائلتها يا رب وتبارك العائلة منصلي أنك يا رب تسود على حياتهم ورب وتملأ البيت من حضورك يا رب في اسم الرب يسوع واخونا مصطفى يا رب منصلي أنك تلمس حياته بقوة الروح القدس وتعمل في حياته معجزة في اسم الرب يسوع المسيح سارة 27 سنة عندها الكبد والقلون فيه كانسر باسم الرب يسوع بنصلي لأجل شفاء كامل من هذا المرض في اسم الرب يسوع المسيح الرب يحنن قلب جورج من أجل موضوع الأولاد أمين يا رب شفاء من أجل سيف الروح والنفس والجسد أمين يا رب شفاء الروح والنفس والجسد من أجل رامي وجورجيس باسم الرب يسوع شفاء من أجل سميرة ومونة وريهام وميري بنت الرب من كندا تطلب أن كل أولادها وزوج بنتها يعرفوا الرب يروحوا الكنيسة أمين شفاء الروح والجسد والنفس وتحرير من أجل أشرف أمين يا رب كوكب تطلب كل أهل بيتها يعبدوا الرب أمين يا رب بنت الرب من فرنسا تطلب صلاة من أجل أولادها يعرفوا الرب شفاء من أجل عيون زوجها عنده ألزايمر أمين باسم الرب يسوع شفاء من أجل ليان شفاء من أجل فرويني بنت الرب تطلب الرب يسوع يدخل في مشاكل الشغل أمين يا رب باسم الرب يسوع بنت الرب تطلب الرب يدخل في الزواج في زواج جارمين وجويس ومريم وصوها وليلة بنت الرب الشهر الجاي رايحها أفغانستان مع الجيش الرب يحفظها أمين عندي أخت عفوا أخ بيقول أرجو الصلاة من أجلي أنا بمر بحروب كبيرة جدا شطان بيزرع فيها اليأس وصغر النفس وبحص على طول أن ما فيش فايدة أنا الشهوات الجنسية بتسيطر عليها في كل وقت وفي أي مكان أرجو الصلاة بجد أنا محتاج أمين يا رب من صلناك اتحرر هذا الشخص تسكن في قلبه بالروح القدس يا سيد الرب وتحرروا من هذه الشهوات الرب اللي بتبعده عنك يا رب في اسم الرب يسوى المسيح بنت الرب تطلب محتاجة صلولي من أجل إتمام الشفاء ليه ينتهر المرض من جسدي في بؤرة سرطانية بالكبد تم عمل كي حراري حاليا أنا تحت العلاج كما الأطباء في حير الاختيار نوع العلاج ووضع خطة علاجية أثق أمين يا رب أمين يا رب من صلناك أنت تعطي حكم ومعرفة وفهم للأطباء حتى يعطوا العلاج المناسب والخطة العلاجية المناسب لبنتك في اسم الرب يسوى أمين صلاة من أجل ماجد وفرنسا لشفاءه من كل الألام في جسمه وللأجل أخته في ماري في مصر أمين يا رب عندي طلب صلاة من أجل طفل كراس خمس سنين حساسية عنيفة في أنفه ما بعرفش ينام مش قادر يتنفس أمين في اسم الرب دكتور بقول ممكن النفس يأثر على دماغ أمين يا رب نرفع يا رب كراس يا رب خمس سنين لسه طفل ملك مد يمينك عليه اش فيه في اسم الرب يسوع أمين أخت وزوجها يكمل الرب معهم يخرجهم من الضيقات اللي بيمروا فيها ويسدد ديونهم أمين يا رب أخت اسمه أمال عندها غدد لبنية في الثدي عملت عملية عملت بحوصات حاليا في شكل يكون عندها سرطان اليوم باسم الرب يسوع المسيح بنلغي هذا الشك وبنلغي كل مخطط لمرض السرطان عند هذه الأخت في اسم الرب يسوع المسيح بنعلن الشفاء الكامل لهذه الأخت في اسم الرب يسوع المسيح بنت الرب تطلب الصلاة من أجل شريف وعائلته يعرفوا الرب وشريف يرجع عن طرقه الردية أمين زازاف تقول صلوا لأجل فلوريدا بنتها وعائلتها بفلوريدا تعرف بذكرتنا هلأ في الهركين اللي داخل على إيرما دا إيرما يا رب 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 أنت أبكمت البحر هدقت العواصف هدقت الرياح يا رب إيرما يا رب هذا يا رب يا رب هركين يا رب هركين نازل على يا رب على فلوريدا أرجوك يا رب إلجمه يا رب نصلي في اسم الرب يسوع إنك تلجم هذا الهركين في اسم الرب يسوع وتحد من عمله يا رب وتضعف قوته في اسم الرب يسوع أرجوك يا رب أحمي ولادك يا رب في فلوريدا في كل فلوريدا والساوث والإيست كوست يا سيد الرب ما تسمعش عدو الخير يا سيد الرب يستخدم الهركين الإعصار حتى يهد بيوت يقتل نفوس لكن احمي شعبك وغطيهم بدمك يا رب في اسم الرب يسوع اؤمر يا رب بالتراجع في اسم الرب يسوع المسيح احمي شعبك يا رب أيضا يا رب في هيتي بنصلي نتسيش حواليهم بسور من نار وتحميهم وتحافظ عليهم باسم المبارك في اسم القدوس في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أمين يا رب غادة مش مؤمن لسه بتحب الرب يسوع راح تعمل عملية أطفال النبيب I think يا رب نصلي نكتلمس قلبها يا رب تشعرها بحضورك وبحنانك وتخلص نفسها في اسم الرب يسوع بنت الرب مشاكل في كنيستها وفي شغلها يا رب من صلي تدخل في الكنيسة وتحل المشاكل وما تسمحش لعدو الخير يعمل انقسام في الكنيسة في اسم الرب يسوع صلاة من أجل أمل عندها مشكلة في الشغل وبنت المسيح صلاة من أجل الظلم واقع عليها في الشغل مش قادل تاخد حقا يا رب من صلي نكتوصف تنصف أولادك وبناتك في الشغل أمين يا رب شادية محتاجة الشفاء ومساعدة في الشغل ليندا رب يلمس قلب زوجها دينا وإنجي رب يشفي أزواجهم روحيا أمين والياس احتمال انه يخسر شغله نصلي انه الرب يثبته في الشغل في اسمه الرب يسوع المسيح هون صلاة لأجل تحرير شخص من قيود الخطيئة والنجاسة والإدمان أمين في اسمه الرب يسوع المسيح أمين يا سيدة أرجو الصلاة من أجل نتيجة ابني في الكلية في الكلية نتيجة ملاحق أي دور ثاني كما أرجو الصلاة من أجل أخي وابني يعرف الرب أمين في اسمه الرب يسوع المسيح من صلي نجاح يا رب لابنه في اسمه الرب يسوع هون في شخص بطلب ارتباط أخت بطلب ارتباط الرب يعطيني الزوج صالح يحب الرب أمين ا Bulه اشتركوا في القناة